بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة أهلا بكم أحباء طلاب في مسيرة المائة فقرة من كتاب الامتحان نارضة بمشيئة الرحمن الرحيم هنتناول الفقرة رقم 73 بعنوان لويس واترمان هو مخترع مبدئيا كده خبر خبر مرفوع علامة رفعيه الضمه هو مخترع قلم الحبر السائل وكان يعمل سمسارا في مجال التأمينات فقد سائم واترمان أن يرى ريشته ترشح قبل الألم الحبر كان يكتبه بريشة كده والريشة دي كانت بترشح يعني تفرش الحبر كده على الورق ترشح حبرا في اللحظة التي كان نجي بقى نقرأ بالراحة وعلى مهلنا كان يقدم فيها أحد الزبائن على التوقيع ولا يقدم فيها أحد الزبائن على التوقيع ولا يقدم فيها أحد الزبائن على التوقيع دي بتعلمنا ازاي نقرأ بالعقل مش بالشكل يعني ناس كتير مش هيقدم مش هيكملوا الجملة ملوش دعوة بالجملة ناس كتيرة هيقول يقدم فيها احد الزبائن يعني لويس واترمان بيقدم احد الزبائن فالريشة رشحت منه لا هي المعنى مش كده خالص ينفع المعنى يمشي كان يقدم فيها احد الزبائن على التوقيع على توقيع عقد التأمين يعني ايه يقدم فيها احد الزبائن على توقيع عقد التأمين لو كانت يقدم فيها احد الزبائن كنا نقول يقدم فيها احد الزبائن الى الناس يعني يقدموا للناس يعرفوا بالناس اذا هي مش يقدم طب يقدم يقدم بمعنى يعني من القدم قديم يعني طب ما تبشيش برضو المعنى التي كان يقدم فيها أحد الزبائن على توقيع عقد التأمين يقدم فيها أحد الزبائن يبقى هنا أحد فاعل مرفوع وعلامة رفعية ضمة لأن الرجل ده هو اللي بيقدم كلمة أحد هنا هي اللي بتقدم على توقيع عقد التأمين عارف لو قارتها يقدم فيها أحد الزبائن هتعريبا مفعول به زي ما بعض الناس أعربتها مفعول بيتقول آه عندك حق يا أستاذ لأ أنا عايزك أنت اللي تبقى عندك حق وأنت اللي تقرأ القطعة ونتعود يا جماعة بالعقل نفهم القطعة بلاش الاستعجال بلاش الكسل الفكري أن احنا تعودنا نجاوب من دون ما نفهم القطعة وكأنها ألفاظ مرصوصة فننتبه لأزي المهارات والحمد لله أن احنا بنتعلم هنا مش بنتعلم في اللجنة يعني هنا بنغلط ونصحح لكن لو كان في لجنة الامتحان يبقى يا رحمان يا رحيم على الدرجة كبر أربعا على الدرجة بعد كده بيقول لي وبعدما تعرض لخطر خسارة بعض العقود بسبب الريشة والمحبرة ولتخاط الحبر على أوراق العقد فكر في إيجاد طريقة جيدة تنظم تدفق الحبر طبعا بردو الناس اللي مش هتقرأ قراءة جيدة هيقول تدفق الحبر واحتمال يعلمها فعل مدارع أو فعل ماضي هي لا تدفق ولا يتدفق هنا كلمة تنظم تدفق طب كلمة تدفق هنا اسم ولا فعل اسم عادي جدا التدفق دي مصدر خماسي من تدفق 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 والمصدر اسم والاسم بيعرب حسب موقعه في الجملة إذن كلمة تنظم اللي هي الطريقة يعني تدفق مفعول به تمام منصوب علامة نصبه الفتحة تنظم تدفق الحبر على رأس الريشة وفعلا في عام 1884 حصل واترمان على شهادة اختراع أول قلم حبر حقيقي وقد أطلق عليه اسمه خلي بالك هو هنا مشكلها لنا يشكر أطلق عليه اسمه أطلق اسمه عليه فعل ما ابني المجول تمام خلت بالك صح يبقى اسمه هنا نائب فاعل مرفوع علامة رفعية ضمة والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إلي بولي بقى في سؤال الاستخراج بولي استخرج جملة وقعت نعة وبين محلها الإعرابي طبعا أذكركم جميعا أن الجملة اللي وقعت نعة أنا مش بجيبها بيها أنا بجيبها بالنكرة اللي وراها جملة متعلقة بيها يعني جاء من أقصى المدينة رجل يسعى هاي كلمة رجل نكرة جي بعدها يسعى ويسعى ده فعل مدارع والفعل مستتر يعني جملة وبالتالي الجملة دي تبقى نعة فأنا هنا هدور على مين الأول النكرة مخترع قلم الحبر ماشي بس هنا ما بشكلها ما فيش بعدها جملة سمصارا في مجال التأمينات سمصارا نكرة لكن ما فيش بعدها جملة ها ريشته لا طبعا ريشته معارفة بالإضافة فما تنفعش هنا كلمة جملة ترشح لا طبعا دي حال لأن ريشته هنا ما لها معارفة والجمل بعد المعارف أحوال طب حبرة نكرة هاي بس ما بعدها هاش جملة ها توقيع تعرضة الريشة المحبرة لتخط الحبرة دي معارفة بالإضافة فكر في إيجاد طريقة آه طب استنى كده بقى طريقة جيدة تنظم تمام أنا كده وصفت كلمة طريقة بإنها جيدة دي الصفة الأولى الصفة التانية أنها تنظم تدفق الحبر يبقى جملة تنظم تدفق الحبر متعلقة بالنكرة اللي هي كلمة طريقة يبقى فعلا جملة دي في محل جر نعت الكلمة طريقة لإن طريقة هنا مضف إليه إيجاد طريقة إيجاد الطريقة أو الإيجاد بتاع الطريقة يبقى طريقة مضف إليه يبقى جمل التنظم تدفق في محل جر ناعة الكلمة طريقة التدريب ده على فكرة بيبدو سهل لكنه سهل ممتنع وفيه كده يعني ايه فيه مطبط صناعية كتير فارجو ما تكونش ايه يعني وقعت او ايه يعني وقعت في كذا غلطة يعني السؤال اللي بعد يقول ليه مصدر لفعله رباعي واخر لفعله خماسي ها من زمان ما قلناش الجملتون بتاع المصدر وحشوك ومش كده الجمل بتاعة المصدر دي المصدر الرباعي كنا عاملين له جملة اللي هي تحسين الانتاج واجادته تلبية للجماهير بجهاد ومقاومة زلزال وبلبلة الاسعار ده الرباعي تعال كده مخترع يعمل ها ريشته كان يقدم توقيع طبعا ده مصدر رباعي 100% ليه يا استاذ على وزن ها تحسين صح كده طب ما هي كلمة تأمين صح برضه على وزن ايه على وزن تحسين طب تنفع تعرض لا طبعا تعرض دي مش تابع خالص مش تابع الرباعي خالص بنقول تحسين الانتاج واجادته تلبية للجماهير بجهاده ومقاومة زلزال وبلبلة الاسعار طبعا اللي امتبع معايا من الفقرات الاولى حافظ الجملة ديه وعارف ان الجماهير والاسعار ده مش مصادر ده مجرد كلمة بس علشان نكمل بها الجملة ونحفظها طب هل في حاجة تانية طب تنفع تدفق لأ برضو تدفق ما تنفعش خالص طب اختراع برضو لأ مش من الاوزان اللي انا قلته طيب ده كان عايز مصدر رباعي عايز اخر لفعل خماسي انتبهوا ها التحدي والتعاون انطلاق وتقدم انتصار واخدرار برضو دي كانت جملة عاملينها للخماسي طيب كلمة اختراع ايوة افتعال على وزن افتعال لا يبقى دي خماسي برضو صح طيب التحدي والتعاون انطلاق وتقدم انتصار يعني كلمة اختراع دي شبه كلمة ايه انتصار أنا لاحظت كلمة إيجاد هنا خلي بالك كلمة إيجاد شكل كلمة إنتاج أيوة إيجاد شكل كلمة إنتاج إيجاد ممكن تحطه مع الرباعي إذن الرباعي من الممكن أنك تطلع له كلمة توقيع وكلمة تأمين وكلمة إيجاد أما الخماسي كلمة تدفق وكلمة إيجاد وكلمة إختراع صدته على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد مصدر مؤول وبين موقعه الإعرابي طبعا مصدر مؤول زي ما إحنا عارفين أن هو جملة فعلية أو جملة إسمية بعدي أن يرى ريشته سائمة وترمان أن يرى ريشته يبقى سائمة وترمان رؤيته ريشته مش كده؟ يبقى رؤية مفعل به لأن سائمة فعله ماضي وترمان اللي هو الفاعل ورؤية هنا تبقى يا شباب مفعل به لأنه بحولوا الجملة كلمة واحدة فأقول في محل نصب مفعل به اسم فاعل من فعل غير سلاسي يعني لازم يبدأ بمن مضمومه على البابه مختارعة من مضمومة مكسور ما قبل الآخر السؤال اللي بعدين بيقول لي تعجب من اختراع القلم والله ليك طريقتين بقى أنك تقول مثلا ما أعظم اختراع القلم مش كده؟ أو أعظم باختراع القلم لو سمحت ما تخلطش ما بين الأسليب ما لقكش بقى تقول لي حبذة اختراع القلم لا يا جماعة ده بيقولك تعجب مش امدح فما تخلطش ما بين الأسليب هو الراجل ما طلبش هنا أكتر من أنك انت تقول ما أعظم اختراع القلم وأفكركم بإعراب التعجب سريعا ما تعجبية في محل رفع مبتدأ أعظم فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل مستتر والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر والمتعجب منه يعرب مفعول به مع ما أفعل يعرب مفعول به منصوب بالفتحة والقلم هاتبقى مضاف إليه لو تعجبت بالطريقة التانية ليأجمل باختراع أو أعظم باختراع القلم تذكر هذه الصيغة أعظم فعل ماضي جاء على صيغة الأمر للتعجب والباء حرف جر زائد واختراع فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا وهاتبقى القلم مضاف إليه السؤال دال يقولي مررت بتلاميذة مررت بتلاميذة اضبط ما تحته خط مبينا سبب الضبط طبعا الأولى هاتبقى مجرور بالفتحة لأنها صيغة منتهى الجموع ممنوع من الصرف دي صيغة منتهى الجموع لأنها جمع تكسير به ألف ليتلاميذ وبعدها ثلاث حروف وسطهم ساكن ما هو لازم كده اللي على وزن مفاعيل زي مثلا مصابيح أو قناديل ما يشبهها المهم أن الجمع في ألف بعد الألف ثلاث حروف وسطهم مادة أو ساكن لكن كلمة تلاميذة ما بيتحققش فيها شروط اللي هي صيغة منتهى الجموع هي صحيح جمع هي صحيح جمع وفيها ألف لكن بعد الألف الثلاث حروف وسطهم مش ساكن اللي هي كلمة ذال ديت هنا اللي وصل حرف الوسطاني هنا ذال وبالتالي ديت ما تبقاش ممنوع من الصرف فتبقى مجرور بكسر عادي لكن هنا هتبقى تلاميذ توفرت فيها شروط سيغة منتهى الجموع وجرة تبقى تجرم الأي شباب بالفتحة في أي مدى للسؤال الأخير بقى هاء في أي مدى تكشف في معجبك عن كلمة شهادة هكشف عنها في شهدة باب الشين فصل الهاء ثم الدال اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك كده الفقرة الثالثة والسبعين تمت بحمد الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته